أن أعرف الواقع العملي يعني في مجموعة العربي ومجموعة كبيرة صناعية في مصر هل هذا المستوى من التعليم الفني داخل مصانعكم وأماكن الانتاج يمثل أي نسبة من العاملين مما دفعكم إلى افتتاح هذا المشروع ومدرسة العربي هل أنتم بالفعل تعتمدون على هذه الفئة أكثر من الفئات الأخرى أم كيف هو الحال في الواقع العملي نعم فقط نعم طبعا التعليم الفني زي ما تفضل الدكتور علي وقال أنه هو رأس الخيمة أو هو قاطرة التقدم في أي دولة التعليم الفني وصل عندنا في مصر في الآونة الأخيرة إلى ما وصفه الدكتور علي فارس أنه أصبح الخريج ممكن يكون جاهل ممكن يكون قنبلة موقوتة يعني إحنا وصلنا في فترة من الفترات وإحنا بنختار العمالة بتاعتنا أنه إحنا وصلنا إلى أننا ما بنلاقيش الطالب اللي موجود ومتقدم علشان خاطر يشتغل عندنا في المصانع أنه إحنا غير نمتحنه في الإملاء أو الحساب أو إلى آخر يعني حاجة كده زي محو الأمية طبعا هذا الكلام مش مظبوط وإحنا بنحتاج في المصانع بتاعتنا خريج بمواصفات معينة يتمتع بمعرفة معينة عنده مهارات معينة الكلام ده كون مش موجود ده الحقيقة اللي خلانا نفكر في أن احنا نتبنى إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أزارة التربية والتعليم ومع شركاء كثيرين منهم صندوق تطوير التعليم ومنهم هيئة المعونة اليابانية الجايكا الحقيقة هي دي المسائل اللي دفعتنا للتفكير في بناء هذه المدرسة سأعود لهذه النقطة أستاذ سلم لكن أتحدث الآن عن الإعمالة داخل مجموعة العربية في مصانعكم هذه الفئة من الحاصلين على مؤهلات التعليم الفني تمثل نسبة كم تقريبا من إجمال الإعمالة طبعا هي الغالبية العظمة يعني التعليم الفني هو اللي بنوجود عندنا في المصانع ونقدر نقول مثلا النسبة دي تصل إلى حوالي تمانين في المائة تمانين في المائة طبعا عظيم ده اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر